هنسي بحضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع زميلتي العزيزة هدير إليك هدير شكراً لك يا حسام ومشاهدين الكرام التاسعة في القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز لأهم وآخر الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم ونرجو من جميع المواطنين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا احمي أهلك واحمي بلدك أهلاً بكم من جديد وجه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين في مختلف المرافق القضائية كما وجه سيد الرئيس خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالتسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية خاصة من خلال التوسع في ميكانتها وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات صلة ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقري على مستوى الجمهورية تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين وصرح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تطرق إلى جهود مكافحة انتشار وباء كورونا حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا صدد من خلال تبادل الخبرات والتنصيق بين جهة تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين كما تم خلال الاتصال التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة حيث أكد العاهل الأردني البحراني عفواً دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم أربعمائة مليون دولار في إطار مشروع استجابة طارية للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام تأمين الصحي الشامل وتعميمه في المحافظات وأكدت توزيرة التعاون الدولي أن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه والذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كافة أوجه التفاوت القائم حاليا في تقديم الخدمات الصحية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج أربعمائة وواحد من المتعافين من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيه من رعاية الطبية وتمام شفاءهم لإرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا بلغ 14144 حالة من ضمنهم 12730 متعافيا كما أشارت توزيرة الصحة إلى تسجيل 1567 إصابة جديدة و94 وفاة رحبت منظمة الصحة العالمية بالتجارب السريرية الأولية في بريطانيا بشأن استخدام عقار ديكسا ميثاثون في معالجة الأعراض الخطيرة الناجمة عن فيروس كورونا وذكرت المنظمة في بيان لها أن هذا هو أول علاج مثبت استطاع خفض معدل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا للذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي أو الصوانات الأكسجين بواقع ثلث سجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بنحو 35 ألف إصابة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 923 ألفا ومائة وتسع وثمانين وهو الأعلى في العالم خارج الولايات المتحدة وقالت وزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 لترتفع بذلك حالة الوفاة المؤكدة في البرازيل إلى 45 ألفا ومائتين وإحدى وأربعين أعلن مسؤولنا في الصين عن اكتشاف عدة حالات جديدة لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد لليوم السادسي على التوالي في انتشار لتفش أكبر السلطات في العاصمة على إعادة تطبيق إجراءات الوقاية الصارمة لاحتواء الفيروس وسجل مسؤول صحة 31 حالة إصابة مؤكدة جديدة يصل العدد الكلي للإصابات منذ يوم الخميس إلى 137 حالة في أسوأ ظهور جديد للمرض في المدينة منذ أوائل فبراير وأعلنت السلطات مستوى التحذير الثاني وهو ثاني أعلى مستوى في منظومة الاستجابة الطارئة لمرض كوفيد-19 والتي تتألف من أربع مستويات وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة متعهدا بأن يمهد الطريق أمام الالتزام بأعلى المعايير المهنية فيما سعى منه إلى معالجة ما ترتب عن وفاة المواطن ذو الأصل الأفريقي جورج فلويد خلال توقيفه من قبل الشرطة وقال ترامب خلال مؤتفن صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز المعايير والقواعد في الشرطة حتى تكون ذات مواصفة عالية وشدد ترامب في الوقت نفسه على ضرورة احترام الشرطة قائلا أن من يعملون في هذه المؤسسة الأمنية يقومون بعمل من أصعب الأعمال التي يمكن أداؤها قالت كوريا الشمالية أنها رفضت عرض كوريا الجنوبية بإرسال مبعوثين خاصين إليها وتعهدت بإعادة القوات إلى الوحدات الحدودية لمنزوعة السلاح ذلك بعد يوم من قيم كوريا الشمالية بنسب مكتب اتصال مشترك أقيم في مدينة حدودية وذلك في خضم تصاعد التوتر بسبب منشورات دعائية يرسلها منشقون إلى كوريا الشمالية من دارتها الجنوبية كان الجيش الكوري قد قال إنه يدرس خطة عمل لإعادة دخول المناطق التي تم نزعها من السلاح بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين الكوريتين عام 2018 قصفت طائرات التركية أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة هفتانين شمال العراق في ثاني عملية من نوعها ضد الحزب في الأيام القليلة الماضية وأوضح حتى وزارة الدفاع التركية أن عناصر وحدات الكوماندزا التركية متواجدة الآن في منطقة هفتانين يأتي العضوان التركي الجديد على أراضي العراق بعد يوم من استدعاء بغداد للسفير التركي وأسلمته رسالة احتجاج رسمية على الضربات الجوية التي شنتها أنقرة ضد الأقراض شمال العراق توجد بارن ميونيخ بطلا للدور الألماني للمرة الثامنة على التوالي وثلاثين في تاريخه